كشفت التسريبات الأخيرة لأسرى من حزب الله في سجون جبهة النصرى وغيرها من الفصائل المقاتلة في سوريا عن حجم الاستغلال الذي يقوم به تنظيم حزب الله للفئات المهمشة والضعيفة في لبنان وتأتي هذه الشهادات تأكيدا لما بات يعرف بأنه عمل دولة داخل دولة حيث يحاول حزب الله التابع لمرشد إيران التحكم في مفاصل الدولة اللبنانية وعزلها عن محيطها العربي ومن ثم تصرف في ظروفها السياسية وإخضاعها لأدليجية التي تقصي كل من يحاول معارضة الحزب وبحسب آخر الأرقام الرسمية فإن حزب الله يتواجد بأكثر من خمسة آلاف مقاتل على الأراضي السورية غالبيتهم من الشباب وصغار السن الذين يوفر لهم الحزب كل متطلبات العمل الإرهابي وظروفه الملائمة بدءا من التغذية العقدية ثم التدريب وكذلك صرف الرواتب الشهرية وكان البرلمان اللبناني حاول نقاش هذا الموضوع قبل أن يقمعه الحزب إلا أن النائب اللبناني خالد الظاهر قال في تصريح شهير إن إرسال حزب الله الأطفال إلى سوريا دلالة واضحة على المأزق الكبير الذي أوقع فيه الحزب جمهوره ومناصريه ولبنان معتبرا أن ذلك اضطره إلى أن يستعين بطلاب المدارس وهذا توريط للبنان وإيقاظ لعدوات لا نعلم عنها إلى متى ستبقى ومن المثير للاهتمام إن أغلب المقاتلين الذين تم القضاء عليهم في المعارك في سوريا أو الذين تم أسرهم ينتمون لفئات اجتماعية مهمشة في لبنان فباستثناء القيادات الذين يتحكمون في سير خطط إيران في المنطقة فإن المقاتلين يأتون من مناطق فقيرة ومسحوقة من العمق الحزبي للمناطق التي يسيطر عليها الحزب في لبنان وتحارب كل الأعراف الدينية والأممية والأخلاقية هذا الفعل وتجنيد الأطفال واستغلال حاجات الفئات المهمشة والزج بها في المعارك إلا إن الحزب وداعميه مصرون على حرق المنطقة وقتل السوريين حتى لو كان ذلك على حساب جثث الأطفال ومستقبلهم وقلوب أهاليهم الذين لا يملكون من الأمر شيئا